نختتم نشرتنا مع حالة التقس إذ هطلت أمطار الروائح بكميات متفاوتة على مناطق متفرقة من الدولة فقد شهدت مناطق وادي مي ووادي الحلو ومزيرع مصفوط وحتى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة ببرق ورعد رافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأدت تلك الأمطار إلى تجمع كميات كبيرة من المياه على جوانب الطرقات وجريان الأودية والشعاب هذا والتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون التقس غدا الأحد صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض الصحب الركامية شرقا بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتجلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار نهارا